السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميع متابعين يا رب تكونوا دايما بصحة كويسة وبخير دايما ان شاء الله باختصار كده جربنا ناخد عقلة من نبات ورد بلدي وزي ما حضراتكم شايفين النتيجة بعد شهر بدأ يظهر فيها نموات جديدة والورق صغيره ما شاء الله النموات بدأت تظهر بعد شهر طبعا الموضوع سهل انا كنت بجربها بالصدفة ونجحت الموضوع بسيط جدا وما فيوش اي حاجة حضرتك هتاخد عقلة عادية من 7 ل 9 سنتي تمام وهتغرزها في التربة وتحافظ على رتوبة التربة وفي نفس الوقت هتجيب برطمان او ازازة او وعاء او كيسة وتغطي بيها العقلة اللي حضرتك اخدتها وتبعدها عن اشعة الشمس المباشرة بتحطها في مكان ضل لمدة شهر واهم حاجة اهم حاجة تحافظ على رتوبة التربة يعني ما تخليش التربة تنشف وما تبقاش فيها مية لا بعد اما تحط حضرتك تخلي التربة رتبة وتسقيها كويس بتغطيها بوعاء او برطمان او 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 كل حاجة اي حاجة بس اهم حاجة ما تحطهاش في اشعة الشمس المباشرة والنتيجة بتظهر بعد شهر زي ما حضرتك شفت في اول الفيديو الموضوع بسيط وسهل وباختصار ومش عايز اطول عليكم لو حضرتك عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول باذن الله ودي النبتة الام اللي انا خدت منها العقلة طبعا هو الفيديو مش مبين التفصيلة بالزبط بس انا خدت من النبتة دي عقلة من سبعة لتسعة سنتي وحطتها في التربة زي ما حضرتك شفت في اول الفيديو والنتيجة ظهرت والحمد لله والعقلة نجحت والموضوع بسيط وزهل وما فوش اي حاجة خالص بالنسبة للتسميد التسميد بيكون كل تلاتين يوم او كل خمسة عشرين يوم يفضل الورد البلدي تسمده بسمات بلدي بسمات بلدي ولو ما عندكش سمات بلدي التسميد بيكون بي ان بي كي سمات المتعدل اللي هو عشرين 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 بالنسبة لاشعة الشمس وتعرضوا ليها هو نبات الورد البلدي بيحب اشعة الشمس من اربع لست ساعات من اربع لست ساعات واهم حاجة احنا داخلين على الشتاء ما تعرضوش للطيارات الهوائية اي هوا او برودة زيادة عن اللزوم النبات هيبقى كل سنة وانت طيب البقى لله فعشان كده احنا بنحافظ على النبات ان احنا نوفر له المناخ المناسب بتاعه على الاقل من اربع لست ساعات وده هيبقى صعبة طبعا في الشتاء بس على قد ما تقدر حاول توفر له الاربع ساعات او التلات ساعات اشعة الشمس مباشرة عشان النبتة تحافظ على شكلها وجمالها ده والورود والزهور اللي حضرك شايفها بالنسبة للازهار بتطلع فيه فصل الربيع وبسيط جدا بيطلع منها في فصل الخريف وكل ما تبقى عايز ان النبات يطلع زهور او ورود اكتر من الموجود او من المتاح قص او البول يعني متسبش الزهرة تاخد وقتها مدة طويلة على النبات عشان ده بيضع في النبتة فحضرتك قص او البول هتلاقي بدل ما كانت بتطلع ثلاثة بأربعة وبدل أربعة بأو خمسة وهكذا التقليم يا جماعة قلنا قبل كده مليون مرة مهم جدا 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 لاي نبات مش الورد البلدي بس لاي نبات والموضوع سهل وبسيط والرأي بيكون طبعا زي ما تكلمنا قبل كده كل يومين او ثلاثة ايام وده برضو بيرجع حسب رطوبة التربة وحسب ان حضرتك بتحط صبعك في التربة مش نشفه وكده أنا خلصت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته